السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكو شباب فانا ويا عمه انا وليد مصطفى وانت بتتفرج على قناة فرينشاوي الجزء القاص بحل تدريبات وتمارين فانا ويا عمه في الفيديو ده ان شاء الله هنشتغل على مواقف الوحدة التانية الملف بتاع الفيديوهات اللي هنحله دلوقتي موجود اسفل الفيديو تقدر تحمله وتابع معايا جملة بجملة وشوف انها نحل ازاي ما تنساش لايك للفيديو سابسكراب للقناة وشير الفيديو لأصدقائك علشان الناس اللي بتيجي متأخر وفي اخر اسبوعين ثلاثة ما يقولوش الحانة ابدأ من دلوقتي واجتهد وربنا ان شاء الله هيكرمك استناني بعض الفاصل وركز جدا معايا يا جميل نحن نحن يتحدث عن الهرم الغذائي هتقول ايه؟ هقول فروي الفواكه 2 ا 3 اتنين الى ثلاثة مرتين او ثلاث مرتين او ثلاث مرات في اليوم هل تريد اشتري عايز تشتري خبز او عيج هتقول انت هتقول انت سنذهب الى بلانجيري هنروح المخبز هتسألزمي لك عن ميوله الغذائية هتقول ايه؟ هقول له كيسكي ماذا تحبو ان تأكل؟ ماذا تحبو ان تشرب؟ زمي لك بيقول المنتجات السيريالية المنتجات من الحبوب اللي هو بيفضلها هو هيقول جادور الري الارز والمكارونة تسأل زمي لك عن مشروبه المفضل انت هتقول ايه؟ هقول له ما تحبو ان تشرب؟ وهو هتتلخبط في الكلمة دي لان هنا كلمة كالصورة ما نوع السمك هنا يتكلم عن الاجابة الصحيحة كيف تحبو ان تحبو تحبو ان تحبو انت جوان تقول لك هل تقول لك هل تقول لك ترجمة لك سوف تطبيقه لك قليل يقول لك سوف أتبع يتبع على قتابع يتبع على قتابع نظام غذائي ترجمة لك سوف يخبرك ما يتبعه لك يقول لك سوف يتبع على القتاب يقول هيقول طبعا جو مانج دي بسكويت باكل بسكويت مع شاي زميلك بيسألك تطلع ايه الزبدة انت هتقول هقول طبعا احد منتجات الالبان الجرسون النادل او الخدم في المطعم بيسألك عن التحلية المفضلة بالنسبة لك انت هتقول له طالما تحلية يبقى الجاتو بتسأل زميلك ايه اللي هو بيتناوله على الافطار هو هيقول طبعا هنا بنتكلم في المنطق محدش يقول لسمك ولا لحم عشان اللي احنا بنعمله ده مارضي شربنا خلاص انت بتسأل صاحبك ايه اللي هو بيحب يتناوله على العشاء انت هتقول ماذا تحب ان تتناول مساء عايز تتغدى في المطعم ستقول ايه للجرسون هقول له احضر لي او يعني اه اكل من فراخ ومن السلطة في محل الحلويات او الحلواني بتسأل الباقي عن سعر الايس كريم ايه اللي هو هيقول لك اين بول دو فخيز في دو زورو البول الوحدة يعني الدايرة المكا اللي هي البتاع اللي بيعملها دي معلقة كده مدورة دي اسمها بولة البول الوحدة باتنين يورو ان كوبان وو دماند زميل بيسالك كال لجوم وو زمي مانجيه ايه الخضار اللي انت تحب تاكله بيسالك عن الخضار فانت هتقوله بحب اكل جادور بحب الفصولية الخضرة الى الكاروت والجزر وو دماندي او بتسأل صاحبك عن طبق المفضل هو هيقول هو هيقول انه السمك وو وولي مانجي انت عايز تاكل هتقول ايه لمامتك هقول لها يا امي انا جوعان انت بتسأل صديقك ايه اللي هو عايز يشربه بعد الغداء هو هيقول شاي جو دي تاي انت بتسأل زميلك لماذا هو يذهب الى المحل الحلويات هو هيقول ايه بو غشتي دي كلاس بو غشتي دي كلاس عشان اشتري ايس كريم وو دماندي عن كوبان بتسأل زميلك لبرودوي سيرياليه كيلاشات المنتجات الحبوب اللي هو بيشتريها الدي هو هيقول دوري اي دي بات رز ومكارونو زميلك بيسألك عن منتجات الالبان اللي انت بتحبها انت هتقول انا بعشة الزبدي وخبلك انها بالرغم من انها بدأ بيجراك بتسأل زميلك عن المواد الدهنية والحاجات اللي طالع من السمنة والزيت وكده اللي هو بيحبها الدي هيقول انا بعشة الزبدة انت بتعزم صاحبك صاحبك على تناول الغداء في بيتك في بيتك وديت انت هتقولو ايه لما تك تعزم حد هتقولو ساتو دي ما رأيوك دو برندر ان نتناول الغداء عندي صاحبك بيسألك عن عدد وجباتك اليومية هو هيقول كمبيان دو ربا برنتي بار جور كم عدد الوجبات اللي انت بتناولها في اليوم على الباتسخي في محل الحلواني ار جورو عدد الزاية. اردة انت عايز ايس كريم ارغباه يقولك كيف ارغب 경우에는 مع النكاهات التي تريدها او المذ Rash Woud ! صاحبك بيسألك على你就تكت في الاختياري صاحبك يسألك عما تتناوله صباحا انت هتقوله طبعما صباحا يبقى لبتدجني صاحبك يسألك إيه اللي موجود في السندويتش بتاعك انت هتقوله إليا دي سوسيسون يوجد سجوقة سجوقة أو السن مش عارف اسمائي نقانق بتسأل صاحبك ايه اللي هو بتناوله كتحلية هو هيرد يقول انا باكل حلويات صاحبك بيسألك عن مشروبك المفضل هو هيقول ايه المشروب اللي انت بتفضله صاحبك بيسألك العسل يطلع ايه انت هتقول ده منتج مسكر انت بتنصح صاحبك عشان يكون في صحة جيدة انت هتقوله اشرب ميا كتير بتسأل صاحبك عن ميوله الغذائية انت هتقوله ايه الوجبات اللي انت بتفضلها انت بتعبر عن شعورك او مشاعرك انت هتقول انا جعان شوية صاحبك بيسألك عن مكونات او مقادير او الحاجات المكونة يعني للغدا انت هتقوله ايه فراخ ومكارونا صاحبك عايز يتزوق الايس كريم بتاعك انت هتقوله موافق ولكن اتركني اتزوق ايضا الايس كريم بتاعك انت بتسأل زميلة عن وصف الطبخ او طهي انت هتقول كيف نعمل هذا الطبق صاحبك بياكل كتير انت هتقول ده شرح زميلك بيسألك في اي فئة من الهرم الغذائي يكون الزيت الزيت بيكون طبعا في المنتجات الدهنية انت بتسأل زميلك انت بتسأل زميلك الفروية عن الفواكه اللي هو بيحب يكلها هو هيقول اكيد العنب والتفاح انت بتنصح صديق بتنصح واحد صاحبك تخين عشان يخس انت هتقول له ايه في دو سبار مارس رياضة وكل قليلا انت عتشانش قليل يعني عتشان شوية هتقول ايه انا سوف اشرب مياه انت عايز تشتري ايس كريم بالفانيليا البائع هيقول لك انت عايز كم بولة يعني عايز العلب اللي ادالك بيكون فيها كم دايرة او كم اه حاجة هحط لك صورة عشان تبو شايفينها في ممكن بولة واحدة بولتين تلات بولات كده ايه تمام اه لجرسان بيسألك ايه المشروب اللي انت عايزه انت هتقول له ديابولومونت اه زميلك بيسألك ايه اللي انت بتاكله من منتجات الحبوب انت هتقول عدس ورز صلاة النبي احسن انت بتطلب من ممتك او بتسأل ممتك اين هي تذهب علشان تتسوق هي هتقول او مارشي انت بتسأل ممتك دكوا مماذا او الى ماذا او انا بزوع نحتاج الى ما نحتاج علشان نعمل اوملات اكيد الاملات هنحتاج له ان دوا افور دي بير ايه ديز او زبدة وبيض زميلك بيسألك ايه اللي انت بتحطه في الصندويتش بتاعك انت هتقول سوسيسون اي دي طومات سجوء او طومات انت بتسأل زميلك ايه اللي هو بيحب يأكله هو هيقول طالما حاجة بتتاكل يبقى دي بواسان بور دماندي انا امي اون رسات دي كوزين انت تسأل صاحبك او عن وصفة مطبخ انت هتقول كمان فارسو بلا كيف نعمل هزا التبق بور دكرير الكاركتير دي كوزين عشان توصف السمات الشخصية بتاعت زميلك انت هتقول سمات الشخصية غورمان هنا بوصف الشكل هنا و هنا ده نحيف و ده لونه امحي دي شكل لكن السمات هي غورمان او غيرها طبعا فوترامي فو دوماند صاحبك بيسألك سكي دوا فار عما يجب ان يفعله بور اترم بان سنتي عشان يكون في صحة جيدة انت هتقوله ايه اكيد هتقوله تحضيرك و مغانب بلا رجعب قليلا او دماند ايه المخصص او شخص ي سأره باك هل يرى مانجه او هل يحب بي شخص اوه يباهر ابحل بمانجه يلسونه و 없고 هاتب بنا او دماند ايه في طبع كونه او دماند او درخل كونه ايس كريم حول الهتمين هل يحب ان تحسونه نعمل هل يحب بي شخص اوه بيسألك إن وانت ليه رايح للمحل الحلويات انت هتقول أكيد علشان اشتري آيس كريم انت بتسأل زميلك إيه اللي هو بيكله في الفطار هو هيقول أنا أتناول فطائر زميلك بيسألك عن مشروبك المفضل انت هتقول بفضل عصير الفواكه الجرسون بيسألك إيه اللي انت عايز تشربه انت هتقول جهودري انسودا بو دماني أوغرسان دو رستوران دابورتو لمنه بطلب من الگرسون أنهووي ليه اللي يجب لك المنو القائما بو ديت انت هتقول لأي حاولو أبوبو أبوخه مع المنو سيوهب هاتل المنو لاو سمعت بو ديه اللي بالدى بو ديه اللي اليمنوتر بو ديت عشان تكالمعن الهرب الملغزي أتقول بياند اوغرسان اوغف أين أكد мыرح و أمرا تين في لوم مالذي يسألك سيأكله في عيد الربع سيأكله ايه؟ سيأكله سيأكله سمك مملح ويأكله بأيض ملون سيأكله ايطالي سيأكله عن الأكلات المشهورة أو المميزة كيف يأكله في ايطاليا؟ سيأكله بأيطاليا معروفة ايطاليا بالمكارونات والبيتزا تسأل صاحبك أين نشتري الخبز والكروسون؟ هيقولك طبعا في البولانجيري انت عطشان هتقول ايه للخادم في المطعم؟ هقوله اديني ازازة مية معدنية انت في المطعم الخادم هيقولك أو الجرسون هيقولك ماذا تطلب يا سيدي؟ انت ما بتحبش المنتجات السيرجالي المجمدة انت هتقول المنتجات المجمدة حاجة وحشة جدا اه انت عايز تشتري بيد البيئة هيقولك انت تريد كم؟ كم منه؟ انت عايز منه قديه؟ بتسأل زميلك ايه اللي ممكن نشتريه من قسم المشروبات؟ هو هيقول اكيد عصائر زميلك بيسألك اين يمكنه ان نشتري الاسماك؟ انت هتقول من قسم المنتجات البحرية انت بتسأل زميلك ايه اللي بنشتريه من قسم المنتجات الالبان؟ هو هيقول منتجات الالبان يعني زبادي وزبدة علشان تسأل زميلك مشروب المفضل انت هتقول له ايه؟ هقول له كاسكتو امبور ماذا تحب ان تشرب؟ اخوك الصغير بيسأل له بوب كورن الفشار ده يطلع ايه؟ انت هتقول له هقول له سيتام برودوي سيرياليه هو منتج من الحبوب منتج من حبوب الزرة زي ما انتو عارفين الزرة الصفرة تحديداً فودو منضي افوترامي بتطلب من صاحبك ان يذهب افيك فو معاك الى السوبر ماركت انت هتقول له ايه؟ هقول له بيسأل له افك مو ممكن تيجي معايا بور فير الكورس عشان نروح نتسوق انت بتطلب او بتسأل من زميلك ايه اللي هو بتناول عندما يكون جوعان قليلاً لما كون جعان شوية كده بيأكل ايه برنس هو هايقول لك ايه؟ هايقول لك جبخان افروي بخوت واحد فاكها او او دي بسكويت او شوات بسكويت زميلك بيسألك دون كل ريون انتروف لسوسيسون بيسألك في اي قسم بنجد السوسيسون اللي هو السجوء فو ديت احنا هنقول له في قسم اللحوم طبعاً صاحبك بيسألك عن الكاتيجوري دي بير البر الزبدة دي موجودة في اني مكان في الكاتيجوري هنقول له في الماتير جراس في المواد الدهنية انت في السوبر ماركت البايع هيقول لك ايه؟ البايع هيقول لك جي بيو زيدي جي بيو كاناي زيدي هلبيو ممكن اساعدك فو دماندي او مر بتسأل مامتاك سو كيل پرپار عما هي تحضيره pour لو ديجوني للغدا ايه لدي هي هات رودو تقول لك جي بريپار دي بوصون اي دي انا بغيه ساماكوروز صاحبك بيسألك اينا تزهب لكي تتسوق انت هاتول بروح السوبر ماركت مامتاك بيسألك لماذا انت مابتاكولش انت هاتول لها بارسك جي مال وفنتر لاني عندي واجع في بطني لكي تستعلم عن المحتوى قسم الزيوت انت هاتول كالپرودو انتروف او ريان ويل ما المنتقات التي نجودها في قسم الزيوت وطري بطي فرير اخوك السوغير وو دماند بيسألك سو كيل يا دان لفرغو وو ديت ايه لما قد في التالاج انت هاتولو ايه دي جو اي دي لي يوغد عصير والابن او سوبرمارشي وووولي دولو منيرال عايز مايا معدنية انت هاتول جيوه او ريان بواصون انا رايح قسم الماشروبات في المخبز البائع بيقولك وووولي كمبيان دو باجات انت عايز كام واحد الغيف الفينو الطويل الناجف ده العيش الفرنسي ومشهوري اوو تريبتي فرير اخوك السوغير ووو دوماند بيسألك او اينا بنشتري لافارين از الدي اي انت هاتقولو على البيسري في محل البقالة او سوبرمارشي في السوبرماركت انت بتبحث عن قسم معين سيرتان ريون قسم ما بتدور على قسم معين البائع هيقولك سي لودوزيام ريون ادروات هو ثاني قسم او ثاني فرعة على ايدك ليمين واحد متخصص بيعطيك نصيحة هو هيقول ايه؟ المتخصص لما يديك نصيحة في التغذية هيقولك احترم هرم التغذية او الهرم الغذائي علشان نسأل ممتك لماذا هي تشتري دقيق هي هتقول هترا هنعمل ايه بالدقيق هنعمل بيه ان جاتو هعمل جاتو الحلواني بيسألك اكل بارفام باي نكهة تحب ان تاخذ الايس كريم بتاعك انت هتقوله ايه؟ بالفانيليا والشوكولات تسأل زميلك عما يتناوله او غوتي في الواقبة الخفيفة يلدي هو هيقول طالما الواقبة خفيفة يبقى بيسكويت بتعزم صاحبك على العشاء انت هتقوله سا تدي ديني افك مو ما رأيوك في ان تتناول العشاء معي وو دكريفي ان سوپر مارشي بتوصف سوپر ماركت في الحي بتاعك انت هتقول دان سوپر مارشي يليا بلزير ريان في هزا سوپر ماركت يوجد اقسام عديدة ووز اندكي اعن بسان كمان الى سوپر مارشي بتوضح لشخص ما مار في الشارع عا كيفية الذهاب الى السوپر ماركت انت هتقوله ايه؟ خدتني شارع شمال انت بتسأل صديقك عن عدد وجباته اليومية هو هيقول او بشكل صورة عامة بنتناول ثلاث واجبات بتسأل مامتك متى نتناول الواجبة الخفيفة هي هتقولك بين الغداء والعشاء صاحبك بيسألك دان كالريان في اي قسم بيوجد السوسيس اكيد موجود في الفياند في اللحوم واحد عايز اشتري محار هو بيسألك في اي قسم يذهب انت هتقوله ايه؟ هقوله روح قسم منتجات البحار انت تكون في السوپر ماركت وانت عطشان مامتك هتقولك روح قسم المشروبات انت بتسأل صاحبك ايه اللي هو بيعمل في السوپر ماركت هو هيرد عليك ويقولك ايه؟ جاشت لاز انجريديون بور لدجاني انا بشتري المكونات علشان الغداء صاحبك بيسألك اين تذهب بور اشتري اسماك انت هتقول طالما فيها اسماك يبقى قسم منتجات البحار وبكده يا شباب يبقى خلصنا الفيديو الاول او الجزء الاول من فيديو شرح او حل مواقف الوحدة التانية المنهج فنوي عام شكرا جدا واللي وصل معي للاخر يكتب في التعليقات الحمد لله واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة